أهلاً وسهلاً في الأميرات أريدتي الفنة التي تنوري لي الحياة نتمنى أن تكونوا بخير مرحباً بكم كاملين في كيدنسا مع شهر زاد اليوم عدنات عندي قصة وأشمل قصة قصة ما نكذب عليكم قصة من بلا فاسمعتها وستيدة سالات لحميت بورشيلية الدرجات كنت أقول أولي كنت أقول لي شهر زاد ردس عامين ماشي شهر ولا شهرين باقي حالة فمي لحد درجة كنت أقول لي ما يمكن هذا الشيء الذي نسمع دابها مهمة سوف نطول عليكم وندخلوا في قصة مباشرة معكم أمال اليوم أجيت نعود لكم حكاية مجرى فيها ونبدأ لكم القصة من الأول أنا البنات واحدة البنت درويشة جداً أسرة لي على قد الحال الأب كان طالب معاه في حياته والأم دي ربت بيت أكبر نبدأ قصة من الله أخذكم لم تكن مشاهدة لك أسولة بلحق وصلت واحد السنة المراهقة البنات كانت يوم على الزنقاء أنا جاتني على الضار جاتني على الضار وعلى الشقاء وعلى الزواج كنت أحماق ونزوج وبقيتها كاك مرة نقرأ ومرة نغيب ومرة نقرحت النهار أمي اللي بكا بكات والله يرحمها في هذا النهار كنت بكي وكتقول يا ابنيتي أأمان لا تكون أمي بحالي خرجي تقرأي كنت أقول لا لأ لك حل عيونه أنا بابا نقلص في الضار ما بغاش نقرأ أبا كان يقول أخليها دير اللي بغات المهم قلصت وكنت الزنقاء لم ترى هاش كانت مهمتي إلا بغت تخرج كانت تخرجني معها بالزز كانت تقول لي خرجي يشوفك على الناس أنتي اللي بغت زوجي بغت يقتل عليك من الثقف أنا البنات كنت بأي توتية ونما نعف داخل نكتي أبو وهذا الشيء يرع فيها أنا أخواتي وأخوتي تبارك الله كانوا يقرأوا تواحد فيهم ما كان في حالي أنا كانت عزيزة لي للطهر مهم يا هاتيك سوف نبقى مدحة للنهار اللي غيجي مولي السلطان مهم السيد ورح تحماف الشاقر في العائلة ما بينتنا الزع ماشي علاقة ولكن مهم رح تحماف الشاقر مهم الناس بغني زوجه والده مشكون مشكون بنت فلانة شاب عندي وخديك ساعة أخواتي كانوا كبار مني وكانوا وكانوا ما كانوا مازال كيقراء وكانوا لي يا أنا حتى أنا كنت قلصة في الدار وكنت حاذقة ودرويشة وعرفتي تحطيني في بلاستي ما نزعزعش كنت ديرها كيف الحجرة جاءوا خطبوني السيد اللي كان كبار مني بتسع سنين يلا بدي حياته خدمت تقربين شي عامين خدمت مع الدولة المهم السيد جاء خطبني على سنتي اللي ورسولي شو شافني اجبنا بعضياتنا أنا ديك الساعة جيبوني الكلب نقول لكم موافقة عليه أنا ديلة صرفيق تفلعني يا عيروني شتفو عني اللي قرتو فيه سهله سعما ذلك الشي اللي دوس في ذلك الفطرة و ذلك الهبال ما حرفتش عشانه كان ممكن كنت تخصيني سلخاو ملقش لايطيها ليا ممكن لقيت والدي متفاهمين بالقياس كان قصي نلقاشي أولاد الكلاب اللي شبتوني ايدي قدقوني بالعصب الشي اللي انتقاد مهم جا السيد كان كبالله يقمرها دار ودوس معاه عشرين عام يالله يقمرها دار الشي يزال نقول لكم عام وعامين دوش بي كيف تماكن لكم يالله بدي حياتو وانا بنت المدينة بنتقاح المدينة بنتقاع باب مراكش كيف ما كان قولو غيهزني وغايد ديني البنات حتى للراس ديال واحد الجبل في واحد الدوار تمه هو قال لي غايد ديني البلاصة اللي زاكن فيها خريبان خدمته وهو زاكن في البادية انا سمعت البادية كيسحب لي البادية تو ما كيسحبش لي الخلاو القيفار المهم لقيت وتمه كان يواحد الدار بالتراب وبعدك العواد في السقف والعقارب والحلاش ما كينما ما كينضو ما كينتشي حاجة الارض ديال الدار بالتراب تخيلوا فاش مشيت شهر ونص ونهر كان بكي كان بكي ممو الفاش كان نود مع الصباح تخيلوا انتي جاي من المدينة ودود تلفازة زي الواحد للقنط ما فيه لادو لا تلفازة لا تلعبها بقي الناس دارين طاقة الشمسية وهو تلطاقة الشمسية مشاريهاش نغمان مو كيشري دك الطاقة الشمسية باش كيركفيها تلفازة مشاريهاش كان نود مع الصباح كان نشوف جنابي وكان بخا نبكي 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 قولوا بها تمشي لدارنا تيقول يا فلاتي انا يا خدام مانقدرش نزيدها بطاقة العطلة ما كانت عطلة اتشجت العطلة اوهزني سيدو مانجلدنا كنقول ليهم ما نرجحش انا بابا يقول يا ابنيتي وعلاش كنقول اللي العربية وانا ما نقدرش عالتما هو كنقول لي ومو انا والطريقة بعيدة و حارفيا مكانش ترونسبور ما غاديش نكدبه ما كانش ترونسبور وأنا اضطريت نقلل المهي يحتل الوقت اللي غي خرج لي انتقال غا نتاقله المهم مولي دي يبقى كي سبرو فيه وسيري وحتى هو كان مهلي فيه ودي لي كلمة القليل ياللهي مات ياللهي مو يوم ضربت معاه فذيك العربية اللي غا ليا غا نقلس معاه فيها ما كاملاش عام خمس سنين البنات عاد خرج لي انتقال وخرج له في واحد الفيلاج ولكن انا كان داني اللي مدينة اللي كانت قريبة وكان كرالية وكان لها لقد دلحال المهم فاش مشيت للمدينة عاد حسيت براسي بديت الحياة لقد كنت دولية وكنت حابسة لانني تكرف السوحة تكرف السلي ما نقوش لكم عليها تخيلوا بنت المدينة غا تمشي العربية انا بشي قلال لكم الناس العربية ولكن احنا ما نقضوش عليكم انتوما ناس داديتو كتبرو ما شاء الله لانا الظروف جيلكم هكا كانت انا فاش داديت كان حل بزبوز كان حل الروبيني كالقلمة كانش على الساقطة دي يدو كي يطلق يدو كفازة الشعنطي طموبيلات وكانت الجبل وشتو التلج واحد الجو ما نقدرش مصفو لكم وفي البرد وفي الصيف كي يكون لدينا العقارب وانا كنت كان موت كان غير راجلي كي ساني كان مقع نبكي وكان قولو نزل للمدينة وفاش كنجي الدار كاملة كنهزها كنهز الدار لانني كنخاف تكون داخل لي اشيء عقارب وكنت كنخاف وانا كنت خاف من صرق الزيح تلقات راسها مضاربة مع عقارب مهم ده السعليف اللي هو والد ياسو عش محاصر سألين اذك الشي والراجل تلعنا ردرويش شا غدي معي بلاتي احسان وصبري معايا وانتي احبيبة قلبي وانتي قبيدة وانتي 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 مهم ده وزن اذك الخمس سنين غمشو للمدينة مشيت للمدينة البنات بديت الحياة غير وسط لسمة سهل عليت دربي ولدت المرة الثانية ومن الموراها ولدت المرة الثالثة وبديت كنكبر وليداتي وقالت لانا وراجلي بقل الشي راجلي كان موظف بسيط ومن خلال هاد المعطايا تلعطيتكم غتعرفوا الوظيفة ديالو اشنا هي تقالت لانت مع هادك الراشل وكنت كنجمع الترهم على اخوه كان كيجيب لي التقديع لو قد الحالو كيقولي يا نجمعو باش ناخدو الدار وهو بغيت ياخد الدار بالكريدي لانا مينكش ياخد الدار طعنان وكان واحل غرف دك تصباق اللغا ياطي وتخاتلت مع هالبنات لدرجة ان الخاتم دي الزواج بيتو وليت كان هبط الكازا ونتقدس لها واندي هالذيك المدينة اللي كنت فيها ونبيعها نبيعها ونصور دك شي لقسم الله وهذاك شي كنت كانت تعاون ميبع الراشل المهم بقي يتجرى حكاك اختكم جلابة كانت كنت تلبسها على ثلاثنين اربع سنين اعاد كنشري جلابة جديدة مكينش الحويج قلت الشي ديال بالصح وانا فرحانة واجبني الحار رزق كاين رزقنا ماشيز عما مقول لكم الراجل خدام والرزقين ولكن حنايه خايفين عليه ومخبينه وكان قولوا خاصنا نديره الدار المهم بقي نمدة حتى النهار اللي درنا ديك الدار ايوا كيف درنا الدار خدكم بدأت تكدير المعاريف من خلال الناس اللي كنت كان بيعليهم الحويج وثم بديت كندير الحلوة بديت كنصيب الحلوة بالدار اللي الخاصة المسميت الرفيسة وانا كنت هااااااا دقار انا قلتها ليكم في اللوال بديت كنت قتلى كنتصيب الرفيسة نصيب الحلوة ندير السواء اللي وليدات الصغار مقاتلة ياه البنات مع الزمان وهادقك شي كامل اللي كان صور والليد كنفرش بيت دار هنا صبقت هاد البيت هنا صيبت سدادر الهنى هنا شريت زربية هنا شريت ريا هنا قديت هادي هنا قديت هادي وفرحانه ومحن ديش المشكل كان قولت شي كامل كان قدوا لينا انا وراجلي واحد ماشي جوج لحصوا بقينا جارينا الفنات اللي يمغدى والوليدات غدينو كيكبروا الوليدات المصارف ديالهم تقريبا كاملة ان اللي كنت هزاها حين ترناشر كان كيقول لك الكريدي ووحش عكم شرقة الطموبيل حتيب الكريدي كيوكا عندي الكريدي ديال الطار عندي الكريدي ديال الطموبيل والماكلة والشعب والموضو والانتغنات فقط الشلاخ والحواج ديال تراريس قطا ديالهم الفراش انا اللي كنت مكلفا بيك نجي نجي معك يقول يا ما عنديش مني غنجيب لك الوقت صعيب انا ما عنديش دائما سيد كيش كيف لأقر اللي بغيته دائما يبقى عنده المهم بقينا جارين انا ولت مع هاداكسي ثلاثة الوليدات بقية مقاتلة مع الزمان كنقرقتليكم الوليدات اللي كيكونوا صغار نعلمهم الحروف الحساب عمليات الضرب ويمكن نقري من تحضيري حتى للسادس ويمكن نقري ولد الحومة ومقاتلة وندير الحلوى ومخلية مديرة ومخلية مديرة وفرحانة وعاجبني الحال ومهلية فوليداتي وهاتش يخلى عندي العلاقات وبزاف دير الصحابات ولكن الصحابات في الحدود ما حمو مرني ما كنت دينا شي صاحبان اللي كتدخل عندي وتبقى قلسا عندي من الصباح حتى اللي عشية حتى النهار اللي بنتي قددخل لإعدادية وغتوصل لكاترية وتم أنا ما بقيش قددنقرة معاها انا اصلا حدي حد السادس والسادس رابزز باش وليت كندوس في السواية مهم بنتي قتلكم بتتكتكتكرة في الكاترية وطريت عني اللي ندرليها السواية وهاتوك السواية كنت تخرج من حد السعود وراجلي أنا بيع الماتش أنا راجلي وخاقاري وكل شي كيقولك أنا ما عنديش كيقولك أنا مراسي مصدع من قراش مع الدراري حرف ولا أخر وفشكت كان قل له عندك الطموبيل سترجيب بنتك من السواية كيقولين نهار كامل في تمارا ما تقوليش لي سترجيب بنتك من السواية لكي ما كنت ديري تخيلوا لكتكن دول السواية للدراري وكان خرجهم والبجلة بتي دغية ونمشي كانت جارة للمدرسة ولكن ممت صاحبت بنتي ستعرف عليها حتى الكترين في ذلك المدرسة مهم أنك نجيب جوش وبعد المرات كانت هي كتجيب البنات وبعد المرات كانت أنا كتجيب البنات اللي بشت تقضي الغارات صاحبت معها سيدا هي دروي شو الله يعمرها دار وليس كتجي عندي للدار وليس كتسعوني في الحلوة حتى وللس كتصيب الحلوة وليس كتعطيها لكوموند كتسعبنا لأنها كتكون عندي أنا شيكو وليس كتسعوني وليس كنت لقد أنت أن أقدمها الرأسي كنت تجي هذه السيدة وكتسخدمها معايا السيدة مرفضلها كتبها كلها تريد تقضي وقت الطريقة خرافية ترويشة وكتبت ووقف معاك كيف يمكنك ان توقفي كتبت الخير وكتبت وكتبت حتنا الرأسي كانت تقريبا في نفس العمر تالي حين تلك الساعة كانوا العيالات كاملة اللي كانت أها بضحبا معهم كل شي كان كبر مني هذه كبر مني بعشر سنين هذي كبر مني بعشرين عام هذه بخمسة عام ولداتهم يعني كلهم دعما أكثر يا الناس اللي كانت أنا حداية كلهم كانوا كبر مني فرح مهم هذي كانت في الجنراتيون تالي حتينا الرجاز على بقضياتنا وولادنا كانوا تقريبا في نفس العمر هي عند أربعة الولدات وأنا عندي ثلاثة كان ولداتنا في نفس الأمور من غير واحد مبيل الكبير وهذاك الصغير كانت هي ولدات أنا قلت لكم مع الظروف والجبل العربية أنا كان زيت الولاد ويمقينا غاد ينهاب كاك ولداتنا غاد ينكي يكبروا قدامنا الأمور غاد يمز يعني حتى غيوصلوا بنياتنا للسيز يعني تم هي غتكتشف أنها عندها سرطان ديلتادي النهار اللي عرفات كانت غاد حماق وأنا بكيت البكال اللي بكيت معها ما نحودوش ليكون مع البنات بقات فيها بالسعف وهي كانت ضريفة بلا قياس المهم بدات كتجارة وكنت أنا كمشي معاها أنا اللي وقفت معها في دو كليامات نمشي معها للسبيطار نجي معاها بقينا كنقلبو على الجمعيات كانت لقات واحد الجمعين اللي كانت معروفة في المغرب اللي كانت تعتاني بهالناس اللي كيكون فيهم سرطان ديلتادي والحمد إلى أنهم قبلوا معاو تبعات معاهم ودوزت واحد المودة قالوا لها خاصة كتحيدي البزولة كاملة هي ما بغاتش وقاتت ليهم ما نقدرش نحيد بزولتي وما كانتش مقبلة الفكرة هدرت معاها وهدرت معاها راجلها وهدرت معاها أخواتاتها واخوتها قاتت ليهم الله ودوزت معا الطبيبة وقاتت ليها أنا ما نحيد هاش حيدولي الولسيسة قاتت ليها الطبيبة الولسيسة عندك كبيرة بالسعف والبزولة ملأتت كاملة خصت تكرد السيدة ما بغاتش وما قبلاتش الأمر وبقاتك التعالج ومقاتلة والمرض بضغة يوكين تاشر حتى النار لهذه البزولة اللي مبغاش حيد خمجات حاشا كومت بنات وعرفت هذ الكلمات دي البزولة عيب ولكن فاش كيكون فيها المرض ما عرفتش كتجيني في حالة الله يحسن لقوان حبدناك يتدرب واشكرناك والله يشفي المرضى المسلمين كاملين والحمد لله طيب الطور والسرطان حاليا مبقاش كيف ما كان الحمد لله أنه لا العلاج وولاة العقلية مختلفة وليتي كتلقي عيالات ما شاء الله الله يحفظهم والله يشفيهم غير كي يبدأ في هالسرطان ما كتفكر جوش المرات كيقول لي هالطباب نحيد لك الولسيسة كتقول له حيد البزولة كاملة الحمد لله أنه ولد عندنا هالثقافة وكانت مننا كانت مننا منسي درب الحبيب يجيب الشفا قاع الناس وقاع المسلمين في مكانوا في هذا العالم يمو يمار بنات كملوا في قصدنا صاحبتي كانت متردد بزعب لكي حيد البزولة وقالت هكا كتلكم حتى خمجات لها وصفيتمها حادثة لأنه كان جاه واحد الحريق اللي لا يقاوم حريق اللي كتير بزعب كانت مسكينه كانت طلب بعض المرات الموت كانت تقول لك يا ربي غير الموت غير ما نبقاش نحس بهذا الحريق اللي كان نحس به حصل وما فيه بقات سيدة هكا كمشات عن طبيب قال لها نحيد البزولة حيدات البزولة ولكن الزافر اللي اعطى الله وفاتك لوقيتك المرض انتشر لها في الجسم ديالها دوزة لبنات عام وشهرين ومالأبنات دا أمانتوا وستيدة وفات تخيلوا النهار لي متصاحبتي الناس لي كانوا يجيوا أزي ويأزو فيي أنا اخواتي كانوا يقولوا لي يصبري اللي بكيتوا شوية اللي تشويت على صاحبتي ما نقدرش نوصف لكم كيفاش كان دوسما هاربع سنين كأنني دوسما هاربعين هار صاحبتي ديال قلبي وكانت عزيزة لي يا بلا قياس ما تسحيبتي منهك والراجل وجاب العروسة منهك بقى صغيرة تزوج على صاحبتي والبكالي بكيتوا بقى في الحال هنا يا هدوك ولداتي ونفحل ولداتي كانت حلقتي مزيانة مع أخوتها كان أخوتها سكاعتوا عليا وكان نعيط ليهم كي يجوا عندي كانت حلقتي مزيانة مع عائلتهم كاملة كمشي عندهم كي يجوا عندي المهم بنياتها وولداتها كانوا من لخصاتكم جوا عندي نعيط ليهم طيب شي أجي وتاكلوا عندي راجل صاحبتي كنت عزيزة لي ونظهر لتزوج هذه المرأة كانت نهار لكي تدر شي مشكيل مع ابنات صاحبتي ومنا مع أولاد صاحبتي كمشي لها كمشي الراجلها كمشي عنده وعنده واحد لما حالتي جالي وكمشي عنده وكمشي عنده وشوفها فلان تزوج شي الله يكمل عليك بلحقة دولة ترى آمانة عندك كي يقول يا شوفها أختي آمال كلمك على رأسي وعينيها كي يقول لنا لكي تكون يهامية وفعلا كان يدير بوجهه وكان يمشي وكيسم معه من منقي خياره كي يقول لأولادي خط أحمر وهي مرتبطة كانت تكره هنا وما خلت ما قالت فيها ما خلت لأنني كنت كمشي عند الراجل كمتبع الذراري هذا خاصه هذا ما خاصه للمهم بقينا جارين وإنبنية نجد طلباق مشاء الله طبق وكانت فارقه بنتي كتمشت الكازا كتقرى والأخرى كانت قرأت في نفس المدينة كانت تقرأ فيها مهمة البنيتة كانت تجي عندي وحاطة لي الراس وكتقول لي غير ماما ديالي كانت تعود لي مهمة ديما عندي كانت يفرقني عليها غير الناس في حالة الأم اللي كانت صاحبتي ولات البنت صاحبتي هي البنت في ذاك الوقت في حالة كانت انا ديراني بلاست امها وكانت كانت تلقى عندي الحنان اللي كان عندي موهد شي اللي كان يسحب لي ودوزنا في هذه العلاقة عامين حتى النهار كانت عندي واحد الكمون ديال الحلوة كثيرة بزاف كنت كنخدم فيها وكنت نصبها الغضاء كانت سمع الباب ديال التقان في الباب نت حليت الباب لقيت البنس سلام سلام دخلي انا زعما عادي كتدخل دخلت نيشا للكوزينا عبسي يديها في الفتاجين ويديها في الحلوة مقهات له وزربانه وحرقانه وكانت سوول فيها فترتي كتقول لي يالله وصيدة كتس هضروا كتس ضربوا حال طريقة ما نقوش ليكم وفي واحد اللحظة دارت عندي وقيت ليها مالك شنو واقع ليك يكلها باس هيك ما تكبنت الحرام ديال مرتباك ولا ويتشوفيها والدموع بده كيزلو تبكي 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 تبكيت انا عالالالطاشين تبكيت على الفران مشيت عندك لها نعام شنو واقع يكلها باس رفزت فيه اقول لماذا وقلت من الفيديو هو لالواحن لما تستvير البرع نتدير لا حديث م pracاءة لخاءة يا حاملة شفت فيها و كتلع شنو حاملة كتلوش كندي منيتك كيفاش حاملة محامن هل انت عندك علاقة مع شي واحد يقابت الحرم دي ما كنسولك اويلي بديت كندب حناكي وتفكرت احبتي لي في القبار كيفاش غيكون احساسة في ذاك الوقيتها ما عرفش يا البنات حسيت اني انا فشت في التربية دي لها ديك البنت حسيت هكا حسيت ان ساحبتي ماتت و خلت لي بنتها و ما قدرت نكون قد الماء ما قدرت نكون قد المسئولية اللي خلات ليها ويبكري يا كتبكي 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 و انت كان قول اقول لي يا شكونا بنت الحرام شكونا هده اللي دلك هده الكرش ما بغاتش كول لي يا بكات ما انا بقت بحلوة ما انا بقت بطاجين ماتتلعبة مهم بقيت غالسة هكاك سوف يدخلوا الدراري قدت ليهم ذاك الشي لقسم الله استيدي بقيت غالسة عندي حسيت ما خليتت مشي لتبلاسة بغيت نعيط الخالسة مهم سيدي بقيت غالسة كان قول لي يا شكونا قول لي يا شكونا مهم بدوزت حتى الليل مسحت لها دموعة وقصت لها وجاة وقت لها سيري للدروية كتقول لي شي حاجة مشات البنت وبقت انا وياها على تواصل المدة دي الخمستاشر حسافي طلع لي السعاف كولا اخصت نعرف راسي ما رجلية كونها السيد رخصك تزوجي في اقرب وقص رخصك تزوجي في كرشك رخصك تزوجي في كرشك رخصك تزوجي في الفضيحة سيدك تشوفيها و الدموعة سيرين من عينها حسن النهار اللي سنبزز عليها ونقول لي شكونا ببط هدل ودلي في كرشك ستضمني و اكيد اعرفتوا شكونا اه اعرف شكونا البنت كانت بكين قصت قولي يضحك عليها ومعرفش كيف يوقع عليها شو سفيا قلت لك كيف اشتحك عليك كيف اشتحك عليك انا رجلية فشلو عليها بكيتها البنات كان غوط تخيلو كنضرب رأسي مع الحيط وكنقولها ميم كنشتشي لي كدقولي لي كدقولي يتشي لي قسم الله تسنت الراجل حتاجها وقفت وكتلو شدل ضرعني كتقول البنت استيدي حدر رأسه وقالي يتشي لي قسم الله الغلاط كيوقع كيف يوقع هذه راه قد بنتك وصاحبت بنتك وبنت صاحبتي ومها ماتت وخلعتني نا امانة شد شي ردرت كقولي يتشي لي اعطى الله استرينا كتلو كي غاندي لنسترك قال لي يا ما اعرفش وما اعرفتش انا ثلاثة البنات كنت ضرب رأسي سيمانا وانا مغيبة سيمانا كالبجلة تكون خرج للزنخة كنتمشوا الدماء ما كيبغوش يتحبسوني سيمانا والطموبيلات كانوا يضربوني في الزرق وانا محسس براسة مرفوعة سيمانا كبشي لقبر دير صاحبتي والتراب كنا ناكلوا وكان بيكي وكان غوط وكان قولوا كواكا سيضرب هذا المتيحان اعطيتيني اعرف المتيحان صعيب حمد الله وشكرا لا اعلم الله ما من كالتك حيض لي ولكن كنت تخبلي فاللحظة كانت صحيب كنت صحيحة قلبنا السيد يأتي رجليا يبوسوا بلي العار سمحي لي وهذا وقفي معنا كنت أقول شوف انت يا وانا خيرك معمرني منساك نحس بني كلب انا عندي معك ولدات انا انا المهم جرينا وجرينا وذلك الشيء يفكر شديك البنتي وقل صافي هاد ضوصي تسد وزدي ذلك نفسي كنت تسد وقال اي اهلا وقل صاحب نكت علما قال لي لم تفهم ماذا كانت تضحك عن مفهم اخي لا تضحك على ما قل صاحب قال لي ستدرجع قال لي انا سيعطحك لي اخيرا وقال لي سأعطني نطلق ونزوج ونعود قلت له علشت الشي كامل قلت له نديره تعدود وصافي وتزوج بها وطلقها قال لي يلا وانا متأنا قلت له شوف را عادي كليب لا تزوج بها بالأس تبقى عني يباله هادره 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 وماش نقول لكم قار الله وقار الرسول ولكن ما خلا ما قال لي لا وانتي يا وربي عندك أجر كبير ومن سترى مسلم من سترى هو الله وذيك الهادره كاملة وإحنا غلطنا وإحنا كلاب وانتي يا وانا خيرك ما عمرني منسا والوقفة اللي وقفتي معايا وهادي 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 كلالي يا دماغي انا والله ما عاقلش نوترالية ما نقدرش نعود لكم على تفاصيل بزاف ولكن بدي يا ستيس على ورقة لجبالية من عد المحبيد لطلق اتفاقي وطلقس انا وياه بلا درهم بلا شوش بلا تالعبة طلقس انا وياه انا وياه كبشو المحكامة وكنجي والدار نفس الدار توحد ما سيق خبار ولادي ما سيقنش خبار بقيت انا وياها حتى النار اللي صافي طلقنا والسيد مشوعة قد على هذك خيتي بنوليها مهم بقى السيد كي يجي عندي للدار وكيمشي لمخدمة والامور غادية انا وياه كنا فارقي للفراش لاننا كنا مطلقين وهذك خيتي كان قولوك يقولي يا شوفي انا ربغت غير السرعة بقينا جارين حتى وصل الصيف السيد كساني وكسد دراري وقال ياسري لداركم بدلي الجو شوية ازيت وليداتي ومشيت فرحانة لدارنا يومي اللي والسيد كي يجاوبني من بعد قطع لي التليفون ما عربس باش تبليت متسوقتش ليه سافي دوزتها ككسيمان السيد متسوق المزقصة حتى النهار لغاية عياتوا عليا جاراتي وغاية قولوا لي راه راج لكجا وهز الفراش ديال الدار كامل قلهم كيفاش اشرت قولوا وقالوا لي كيف مسماتي هزيت اول كاروطارت وصلت لقيت الدار بدليها الزاروت كان عيط لي ما كي يجاوبنيش كان صفت له لميساج في الواتساب مشيت كنحاول مع الباب والو رجحت في حالاتي قلت غنعيات لأخوتي غاية عيطوا عليا جاراتي وغاية قولوا لي تضرها تباعت ما عرفش البنات اشنو غاية ندير كان عيات لعائلتو تواحد ما عارف عليه حتى شي حاجة دوزتك الصيف كامل في التقلاب الصيف كامل وانا كنقول سيد مال وفين مشا حصلت الدخول المدراسي العائلة ديالي شي وحدين فيهم كانوا يديهم كيف ما كنقولوش بيواصلوا كيعارفوا يصولوا عارفوا انه وضلح حرام خرج ليه انتقال قبال ودير حسابه وانتقال المدينة اخرى ليسكن فيها هو وهديك خيتي اللي بنت صاحبتي مشات هي هاربة منظرهم التواعد ما صيق لها الخبار من بعد انتقال الخبار انها تزوجت به مشات هي وياسكن وتموا وبدوا وحيتهم من جديد انا سدق لي فلوس النفاقة كسفتهم لي ديل دراري معطاني لادرهم لاجوج ولادو من نهار اللي مشا معهم ماركم مارتو ما شافوهاش بنتي مسكينة الكبيرة ركا تقرأ وليداتي كيقراه انا حاليا كنضرب عليهم تمارا بقي الشمسة ديالو الحسة هكا تطلع وكنتنزل فيها ما عرفتش البنات كيفاش قول ابنو كيفاش ضحك عليها كيفاش ما عرفتش كيفاش دلية هكا كنت هبيه لونية لواحد دراجة كيفاش يسنيت على ورقة ديال طلاق ديالي عشرين عام هكا كمشت هباء منطورة ما خديت فيها لادرهم لاجوج لادلعبها حتى متآنا فاقا واجب الساكن كل شي تنازلت عليه النفقة ببعدها للدولة قتليه ما يمكنش انك تنازلي عليها واصلا نفقة فقط عندي ديالوليد واحد الولد الثاني تهو غيخروج الوليد اصلا خارج لانها كبيرة عندي نفقة ديالولد واحد هو عيش حياة بدل يحياته مع الاخر اعلم الله كيفاش عايش وانا بكار في صمع الدراري ما كيهايط ليهم ما كيسون فيهم انا الفقصة والكية بقي الحد الساعة من قداش نقول للناس انني انا وياه طلقنا بمحدة اراداتي والناس كامنين عارفين انا راجلي هرب وخلاني ما عارفينش انني انني انا ديك ساعة متلقى منه والجيران كان قلوه مراه رفعت الدعوار اني خلعتو غير باش نرد شوية بالكرامة ديالي انا اليوم ما جيت نقود لكم قصي باش كون عبرة وما عمرش وحدة تزرف في حالي ما عمر يكدب عليها شي واحد ويقول لا اجيس نقل هذا الورقة ولا ديري حسنا التلقص يتلقي بشانك ومرشانك ما تلقيش باقي في يوم منذك الساعة وانا مريضة بالسكار ركبني سكار ركبني التنسيون الاعصاب حسيس براسي شرفت حسيس براسي مردت كنشوف وليداتي وكان مكي بنتي كتقولي يا مامتي مامتي خنخدم وغنعودك على كل شي كتقولي يا غير صبرية وليداتي كامني كتقول يا صبرية مامتي غادي نخدم ونعودك اخوتي مساكن هما اللي واقفين معايا حالتي ما نقدرش نوصف عليكم اليوم كنعود لكم قصي وليداتي وشمتك تطلع وكنتنزل فيه وما بغاش تنسالية باقي الحثة عندي اهمال كنقول لربما سيد وقعلي شي حاجة كنقول لوليلا وقعلي شي حاجة هو الشي كامل مخطط لي ونضي الدقاح دي كنقول وش عشرين عام كاملين كاملين يدوزت معه كاملة كانت كدوب وش مان عشرين عامر كتر من عشرين عامر وش كل شي تكشي كده كان كدوب وش سيد آه ماشي غا نقول لكم حبيته وبغيته ولكن دوزنا الحوب دوزنا العشرة كنحط حداه راسي ووقفت معاه مره يمكن كنخصوا بنطلع حرام كنخصوا مره لما توقفش معاه اني يمكن ضحيت بزافت حويج ما عرفتش يا البنات ما عرفش خيرو طلقت راسي حويجي حويجي وضلح حرام داهم لي ما عني كوشي كوشي مخلل يتشي حاجة تحاجة البنات تحاجة دهبي ما عندي دهب ما عنديش درهمية لخرى درهمة البنات ما عنديش الشمتة باقي لحد الساعة كدك فيها الغزالة ديلي هنا سلة قصتنا ما تنسوش تبعه تخليوا الاراء وتعليق ديكم لصاحبات القصة و ما تنسوش من تعليق دوينا ديلكم هنا ما بقاليه إلا نقول لكم حبيباتي ما سختش بيكم كات معكم شهر زاد اللي كات حماق وكات متعليكم